النائب علي الدقباسي علي ساكت صار لفترة بس اشوفه يمشور وراء الرئيس لا سافر الرئيس وراء بس ما يبين انه وراء الرئيس وغيره ساكت عصامت مسكين مع انه كان اول معارض وجيتها فترة هب في المعارضة كان افصير معارض علي الدقباسي انت تنجح بالمعاملات بس فمعارض ديش كنت مادري ما حقه يعني ما حقه ندري عب فيكرة عيد الدقباسي النائب الوحيد يدق على الناس تبين معامله والله العظيم هو الوحيد صراحة مشادة حق فيه ما ينطر المواطني يتصل فيه وقل له ابي منك هو يدق على الناس قالوا ما طلبت مني معامله ليش صار لك فترة فهذا السلك ما يبين معارضة يخلك تدي حلو وراهم بشيتك وكاشخ خزينك المهم يقول عيد الدقباسي اطلب من المجلس عزم تمرير قانون جامعات الحكومية الا بوجود نص واضح لمنع الاختلاط بين الطلبة ويح قلبي ويح قلبي لقولهم بزالفة جديدة حق حق الكام شهر اللي باجل الاختلاط ويطلابة الاختلاط محمد هايف موضوعك راح نحن فيه اقوى الاختلاط هذا فرصتهم حق انتخابات الجاية لعبتهم وعطاهم اياها علي الدقباسي شرط قاشها من الرئيس انا مستعدة راه ان بسالفة شي الرئيس قالها لقطة دقباسي قال انا اخذها وقطها حلو اختلاط والله وقال احج ولي ضد الاختلاط وفرصة ربع اللي مع الاختلاط وصير هوشة ينجحون فيها اللي ضد الاختلاط ولي مع الاختلاط من اثنين ينجحون انا كمدنية ارفض هالكلام انا انا مع الاختلاط فباعطي صوتي حقل لي ايد الاختلاط وهذا اللي حيث نغانم مثل ابو عبدالله ضد الاختلاط يصوت من درجة وفرصة روح اعطاكم الله شاتها شاتها بالتسعين عشان كذي انا قاع اقول لكم بايقها من وغيس قايلله كذي بسالفة قاع يسالف مو ممكن يسافروا مع بعض لازم سالف وبعدين الضربات هذي التسعين وبالقول وما شمالة مرزوكة غانم معروفة فتلاقيه